اسميتي شاكب الخياري ناشط حقوقي من المغرب تعرض الاعتقال تعسفي من جراء فضحي للفساد وهذه هي القصة دياني قاتلنا بمدينة نادور وهي مدينة قع شمال الشرقلي المملكة مغربية اشتغل في مجال الحقوقي منذ سنة 2005 إلى حد الآن انتبهت مع مجموعة من الشباب من المنطقة لوجود تواطئ عناصر من الأجهزة الأمنية على المستوى المحلي مع بارونات مخدرات يعملون على المستوى الدولي وضعية الحال اشتغلنا على هذا الموضوع طيلة السنة قبل أن نقوم بمراسلة للملك حول الموضوع علاقة ترانسبارنسة المغرب شاكيب الخياري جاءت بعد اعتقال شاكيب الخياري بعدما نتد بممارسات الفساد في منطقة ترريف وضبط تواطئ سلطات المحلية في هذه الممارسات نتد بهذا الفساد عبر وسائل الإعلام المحلية وكذلك الدولية حيث أنه صاحب فريق عمل عنية الفازة أجنابي اللي كان متوجد في المغرب واللي نتد من خلاله بالفساد المستشري في مجموعة من القطاعات في هذه المنطقة بالذات المعطى الأول وهو أنني كنت من بين تصريحات التي قدمت للإعلام الوطني والأجنابي وهو أن القضاء المغربي يشهدوا ظاهرة الفساد هذا كان في سنة 2009 هذا اصدر في جريدة إسبانيا اسمها أبيسي وحكمت بثلاث سنوات نافذة وغرامة كبيرة تبلغ قرابة 75 ألف أورو قيل في التعليل أنني نقلت بالليل القضاء متورد في التجارة دولي مخدرات حسب الصحيفة أبيسي وإلا مشاء أي واحد طالع لهذا المقال غد يلقى أن هذه الجملة أن القضاء متورد في التجارة دولي مخدرات غير موجودة بشكل تام في المقال فيما يتعلق بالدور القضاء في يعني بشي سكت الأشخاص اللي كيحاربوا الفساد من خلال ترويج للمعلومات من خلال حصولهم على معلومات أولا ومن خلال ترويجهم لها الرأي العام القضية ديالي كتكون هي واحد العنوان كبير لهذا العملية هذه الحقوقي اللي يشتغلوا على الموضوع لا هذا الفساد ولا حق الإنسان كيعرفوا هذا الميلف هذا وكيعرفوا أنني تبعت بي تهمة تسمى إهانة هيئات منظمة هذا الفصل هذا تم اتهامي به باش منصرحش بمعلومات حول تورط مسؤولين أمنيين في الفساد بعد ذلك تم تلفيق بعض التهم الوهية لشكي بالخياري على إطرها تم الاعتقال يعلو تحكم عليه بثلاثة سنوات السيجن وبغارما ماليا لأوصلات سبعمائة وخمسين ألف درهم وكانت كان عرف مساندة مجموعة من المرضمات الدولية وهذا الحدث صادف كذلك إحداث جائزة النزاها من طرف ترانسبرانسي المغرب الهدف ديالها هو تشجيع الممارسات القاومة وتشجيع الأشخاص الذين ينددون بالفساد تمنعت ترانسبرانسي المغرب أنها تمنحها الجائزة لمدة ثلاث مرات وفي المرة الرابعة تم منعها بقرار إداري والتي على إطرها ترانسبرانسي المغرب قدمت دوان لمحكمة الإدارية لنصفاتها والتي أعطيتها الحق أنها تقدم جائزة النزاها خلال نشاط عمومي قدمت نظماته ترانسبرانسي المغرب الدرك الملاكي والبحرية الملاكية والقوات المساعدة والقضاء والأحزاب لم يقدم أي منهم شكاية ضدي وأكثر من ذلك أن هناك مقالات كثيرة التي تبعت بها والتي كانت متضمنة في الميلف التي كانت بلغة أجنبية فرنسية إسبانيا ولغات أخرى للقضاء لم يترجمها لأنها بكل بساطة ترجمة ديالها كتبت أن كل الوقع الذي يقولها نيابة العامة أو لف هذه كل اللحظة ماشي نيابة العامة أنا أتهم الدولة لأن الدولة هي التي اعتقلتني ماشي نيابة العامة من أجل الزجبي في السيجن ووضع عنوان بارز وهو ممنوع فضح الفساد تجربتي في السيجن تمتد من سنة 2019 إلى غاية 17 أبريل 2019 إلى غاية 14 أبريل 2011 حيث تم عفو ملاكي شمال مجموعة المعتقلين سياسين معتقلين رائي في المغريب على إطر الحراك المغريبي قدته 20 فبراير هذت سنتين وثلاث أشهر لقضيتها في السيجن زرت فيها كثير من سجون في المغريب تجربة السيجن كانت بالنسبة لي رائعة جدا لأنها كانت رائعة لأنني أنا من صنعت روعاتها وصنع روعاتها كذلك معي المتضامنون عبر العالم لأنه كنت كان توصل بمعدل 61 رسالة عبر العالم من مختلف بقاء العالم ومختلف لغات العالم الموجودة تقريبا توصلت برسائل في إطر حملة قدته أمنيستي انترنسيونال فإحساس لي ممكن وصفه أن أتلقى 61 رسالة لمدة سنتين وثلاث أشهر وكذلك الدعم الذي كان يأتي عبر الهاتف وعبر تحركات الجمعيات الحقوقية منها يمن ريت واتش أمنيستي ترانسبارنسي وكذلك محامون باريزون الذين تشرفوني وتطوعوا للدفاع عني بالنسبة للجائزة تم منحها اليوم الأول وشفت شخصيا من داخل السجن في القناة الثانية إعلان أن الجائزة سوف تسلم إذن كان بالنسبة لي أمر غريب جدا أن تلفزة رسمية سوف تعلن أن سوف يتم تسليم هذه الجائزة لكن في الغد يقال أن النشاط تم منعه ودرت عليه واحدة الهالة كبيرة يعني أن سلطات كبيرة في الدولة دخلت باش الجائزة مداش إذن بعد تم إلباس هذه الجائزة قفص كتعبر على أنه هي رهن الاعتقال كذلك مع صاحبها كان لها واحد تأثير كبير جدا لأنه حسيت أن هناك من أقلقتهم في الماضي ما زلت أقلقهم وأن هناك أشخاص والجمعيات اللي يقولوا لي أحنا معك أقلق براحتك ترجمة نانسي قنقر